نروح تاني لملف مهم مهم جدا لان خبر اعتقد هيسعد كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان النهاردة كنت بعمل كده اتصالات مع المسؤولين في اتحاد الكورة ومع المسؤولين في الاتحاد الافريقي لان بالامس كان خرج تصريح من الاستاذ احمد دياب رئيس ربطة الاندية بيتكلم فيه ان اي حد هيقدم طلب للترخيص لازم ما يكونش عليه احكام نهائية وما فيش منع قيد عشان يقدر يشارك فيه الموسم اللي جاي الموسم الافريقي وكمان الموسم المحلي على فكرة رسكن يعني الموسم الافريقي ليه معايير والموسم المحلي ليه معايير ولكن افريقيا ما ينفعش الشارك طالما انت عندك احكام لقضايا عليك مستحقات وده احكام نهائية وفيه قرار بمنع القيد طبعا الخبر بالنسبة لي كان خبر مهم جدا لازم اسأل وعرف مدى صحيته يمكن الملفات عندي من حوالي شهر وشهرين ولكن اعايز اعرف بقى ايه القرار اللي هيتاخد في الساعات دي للنهاردة 24 ستة اخر معاد مش للتقديم اخر معاد لغلق هذا الملف وتحديد اسماء الاندية اللي هتاخد الرخصة والاندية اللي مش هتاخد الرخصة لازم يكون قبل يوم تلاتين ستة ساعة نشر بالليل يعني هتبتكلم بزبط ست ايام ويتحدد موقف عدة اندية طيب وانا بسأل طلعت بخبر حلو جدا وبقول لحضراتكم هنا من خلال شاشة قناة الاهلي ان الاتحاد المصري لكرة القدم وده من كلام من مصادر رسمية في اتحاد الكرة وفي الاتحاد الافريقي اكد نفس الكلام النهاردة تم اعتماد رخصة النادي الاهلي للمشاركة في المصابقات القرية الموسم المقبل 20-24-20-25 طيب هل في اندية تانية تم اعتمادها زي الاهلي قالوا لا لسه النادي الاهلي هو النادي الوحيد الذي تم اعتماد رخصته في اقل من 48 ساعة لاستوفاء كافة المعايير وكافة الشروط اللي طلبها الاتحاد الافريقي من أول المعيار المالي المعيار القانوني لكل التفاصيل أنا أنا أكلمكم فيها دا معيار مالي ومعيار قانوني والموظفين والإداريين كل الحاجات دي اللي ما عندهش مشكلة حتى الكرة النسائية منف الكرة النسائية تم إعداده بشكل جيد جدا لذلك الأهلي رسميا النادي المصري الوحيد حتى الآن اللي تم اعتماده رسميا وخد رخصة الأندية المحترفة للمشاركة في المسابقات القرية طيب انت قلتولي في ساعات قليلة خد الأهل الرخصة وتم اعتمادها ليه هو آخر معاك كان إمتى عشان بقى هتسمعه دلوقتي الجديد إن برح أحمد دياب قال تفاصيل ما كانش فيها حاجات صح آخر معاك إن الأندية تسجل على السيستم كان يوم 22-6 يوم 22-6 مش لغاية 36 لا 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 خصة بتتشرح غلط خالص آخر معاك لتسجيل أسماء الأندية وتسجيل ملف الترخيص كان يوم 22-6 الأهل استلم الرخصة في أقل من 48 ساعة النهاردة 24-6 وآخر معاك للتقديم الأهل كان يوم 22-6 النهاردة 24-48 ساعة الأهل خد كنفيرم وخلاص تم اعتماده طب ملفات بقى الأندية بقى الأندية لسه بيتم مراجعة بياناتها وأوراقها هل ملف الزمالك حسب ما تقيل برضو فيه مشكلة؟ أنا أتقل لي جملة مهمة جدا مش معنى أن في نادي ممنوع من القيد أنه ما يشاركش في المسابقات الإفريقية مش معنى أن في نادي ممنوع من القيد أنه ما يشاركش في المسابقات الإفريقية ولكن لو منع القيد والمديونيات والمستحقات بأحكام نهائية صدرت قبل 31 مارس ما ينفعش تشارك وتاخد الرخصة إلا لما تعمل تسوية وتسدد أو تعمل تسوية وتجدول تاني أي نادي ممنوع من القيد وعليه مديونيات قبل 31 مارس بأحكام نهائية هنا ما ينفعش ياخد الرخصة ويشارك إلا لما يسوي ويسدد أو يعمل جدولة ويقدم ده في أوراق رسمية للاتحاد المصر حسب ما سألت أن في أوراق تقدمت من الزمالك حاليا بتتناقش في لجنة الترخيص ولكن الأوراق المتقدمة بتواريخ بعد 31 مارس مجرد ما اتحاد الكورة يتأكد أن التواريخ دي مصبوطة وأن الأحكام دي بعد 31 مارس سيتم اعتماد مشاركة الزمالك وسيحصل على رخصة الأندية المحترفة ولكن لو تأكدوا أن التواريخ دي قبل 31 مارس لازم الزمالك يسوي ويخلص قبل 306 أنا بقول لكم دلوقتي إلا بيحصل في دولاب العمل داخل اتحاد الكورة والاتحاد الأفريقي راقيب على السيستم لنخدوا بالكم الكلام دا كله مش أوراق دا واحد واخدها في ملف ورايح بها اللي اتحاده بيقدمها دا الكلام دا سيستم إلكتروني سيستم إلكتروني أن السنة دي الناس كلها بتشتغل عليه فكل الحاجات دي موجودة في بيانات رسمية للتحاد الولايات بيراجح ممكن النهار دا بالليل ممكن بقرة يتأكد أن الدنيا تمام الأحكام دي بعد 31 ثلاثة فبالتالي يدي الرخصة وخلاص ما فيش أي مشكلة لكن منع القيد كده في المطلق أنه يمنع لا الكلام دا مش حي كلام دا مش حي طيب النهار دا كام 24 ستة آخر معد إمتى 36 طيب جيت 36 وفي نادي عنده مشكلة وما تمش اعتماده هل مصر ممكن تفقد مقعد في المسابقات الإفريقية؟ لا ليه بقى؟ لأن الاتحاد الإفريقي بعت حاجة جميلة جدا في خطاب يوم 2-5 قال للاتحادات اللي لسه مخلاصتش دورياتها ومحددتش الأندلة تشارك في المسابقات الإفريقية ابعث لتبقى لجدارة رياضية ابعث لتبقى لآخر أندية شاركة عندك حتى لو 7-8 أندية ملفاتهم عشان تتراجع بحيث لو نادي مش مطابق للمواصفات والمعايير يتشال ويخش النادي اللي بعدين عشان كده السنة دي انت تلاقي دلوقتي الأهل مقدم والحمد لله خاتكم في بيرامدز في المصري في الزمالك في فيوتشر في أمبي في كذا نادي على فكرة فأي نادي من الأندية خلاص الأهل يتم اعتماده بيرامدز مثلا الزمالك المصر أي نادي عنده مشكلة هيتشال ويتخذ النادي اللي بعدين تبقى مبقى لنتاج الدور الأول تبقى لنتاج الدور لما يخلص ده اللي هنعرفه بعد يوم 30-6 ولكن دي قصة ودي الحكاية وما فيش مهل الحد أنه يسدد ما فيش مهل الحد أنه يسدد إلا لو عليه حكم قبل 31-3 عندك حكم فاربعة مش هتسدد بس تعالى بقى أنا حزبك السنة الجاية دي الخلاصة في قصة الرخص وبطمن حضراتكم مبروك النادي الأهل يتم اعتماده على فكرة ده للسنة الخامسة أو الستة على التوالي يعني دايما النادي الأهل معتمد ورخصته الحمد لله معتمدة من الفيفا ومن الكاف بدليل أهل بيشارك حتى في كل المسابقات القرية والدولية اللي بيتم دعوته لها دي النهاردة أبرز القضايا الرياضية والمثارة على السوشيال ميديا وكمان طمناكم على آخر أخبار الفريق قبل مواجهة الزمالك غدا